والآن مع أول صورة من صور الغزو الثقافي المعاصر وهي صورة التنصير والتنصير يمثل منفزا خطيرا من منافز الغزو الفكري إن لم يكن أخطرها على الإطلاق وما المقصود بالتنصير هو دعامة كبيرة من دعائم الاستعمار العسكري وخطر حقيقي يهدد الأمة المسلمة منذ زمن بعيد وهو اليوم أكثر خطورة وأكثر نشاطا من أي وقت مضى إذ إنه قد وصل إلى خليج العربي واقترم من بلاد الحرمين الشريفين وله أهداف خطيرة ويعتمد وسائل مؤثرة ومتجددة وتنهض به دول الغرب جميعا ويتلقى دعما ماديا غربيا يقدر بمليارات الدولارات ليواصل مسيرته ويحقق أغراضه غير النزيهة في عالمنا الإسلامي لهذا الدرس عناصر كثيرة ومن هذه العناصر التي سنقف عندها تعريف التنصير والتبشير وكذلك تاريخ التنصير كما سنقف العلاقة بين التنصير والاستعمار وكذلك أهداف التنصير ووسائل التنصير وإمكانية التنصير وأشهر المنصرين في العصر الحديث وأيضا مؤتمرات التنصير وكذلك تقويم جهود المنصرين وأخيرا نقف على الكيفية التي ينبغي على المسلمين أن يلتزموا بها لمواجهة حملات التنصير في العصر الحديث ما المقصود بالتنصير؟ التنصير هو حركة دينية سياسية استعمارية بدأت بالظهور إثر فشل الحروب الصليبية بغية نشر النصرانية بين الأمم المختلفة في دول العالم الثالث بعامة والمسلمين بخاصة ما الهدف؟ هدفها إحكام السيطرة على تلك الشعوب وأيضا هناك علاقة بين التبشير والتنصير فما هو التبشير؟ التبشير هو الدعوة إلى النصرانية ومحاولة دفع الناس إلى الدخول فيها بشتى الوسائل المشروعة وغير المشروعة إن على الباحث أن يقف على حقيقة هامة وهي أن كلمة التبشير كلمة استعملها رجال الكنيسة النصرانية على الأعمال التي يقومون بها لتنصير الشعوب وخاصة المسلمة ثم تحول هدف التنصير داخل الشعوب المسلمة إلى غاية التكفير وإخراج المسلمين عن دينهم ولو إلى الإلحاد والكفر إذن العلاقة بين التبشير والتنصير أن الأول إنما يعمل على إخراج المسلمين عن دينهم بينما التنصير يعمل فقط على نشر النصرانية في العالم الإسلامي